الحمد لله اليوم كما حضرت معنا وكما شاهدته هذا العرس التجمعي بامتياز يتعلق بالمؤتمر الوطني السابع الحمد لله أن الأجواء فاشمر المؤتمر هي أجواء جد جد ممتازة وهذه مناسبة باش أننا نشكره كافة القائمين على هذا المؤتمر لا من حيث النظيم ولا من حيث كافة الأمور الإعداد دياللي كانت وذلك الأجواء باش داز المؤتمر المؤتمر يأتي بعد الاستحقاقات التي تبوء فيها التجمع الوطني الأحرار المرتبة الأولى على الصعيد الوطني الحمد لله وكيأتي كذلك بعد عدد ديال الأمور وعدد ديال البرامج تطلقتها الحكومة اللي كان نجددو فيه تيقى اليوم مجموعين بالرسالة ديال الإجماع الإجماع يعني رسالة مهمة جداً اللي قدمها المؤتمر الوطني ب13 الجهة داخل الوطن وخارج الوطن وهذا الشي كيأكد بأن المصار ديال التنمية اللي التعلن عليه اليوم كتجمعيين بأن هذا المصار راه هو مصار قويل جداً ومصار لا بد أنه يحقق الإجماع أنه يتحقق الإجماع عليه ولا بد أننا نشتغل جميع باش أننا نوصل هذه السفينة إلى مركب الأمان طبعاً هذه مناسبة باش أننا نهنيوا سعز أخ نوش الرئيس ديالنا على تجديد ثقة وهذه مناسبة كذلك باش أننا نأكدوا للجميع بأن التجمع الوطني الأحرار غادف المصار دياله بالشكل الذي يجيب والشكل الذي يليق ترجمة نانسي قنقر